بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. دي سلسلة كده لطيفة احنا شغالين فيها في المحتوى الخاص. وفي اللي مع الطلبة اللي في السنتر. بنعمل مراجعات مستمرة على الوحدات. عملنا قبل كده سلسلة وصلنا فيها الحد ما احنا وقفين في الوحدات وبدأنا من الاول. فبدايتها حابات اشاركها معكم. ان شاء الله رب العالمين سلسلة دي آآ هنبدأ بالوحدة الاولى. كل واحدة هنعمل عليها قرابة العشرين جملة. مش هنعد عن كده عشان يبقوا عشرين الفكرة مختلفين. هحاول ما يكونش فيه فكرة شكل التاني يعني. ده امتحان على الوحدة الاولى. طيب اول سأل معنا. قبل ما ابدأ معلش امتحان الوحدة التانية موجود وتعامل بالفعل هتلاقيه في وصف الفيديو لو انت ما حدتوش. امتحان الوحدة التانية امتحان الالكتروني على جوجل فورم. يعني انت هتمتحن الامتحان وهتحلو خمسة وتلاتين نقطة وفيهم قطعة كمان. فالدنيا جميلة ان شاء الله تابع عشان توصل. اول سؤال معنا بقول لي يعني بمجرد ما سمعت الاخبار السيئة وبدأ الدماغي يبقى ترف تدور يعني. كلمة شوك لوحدها كده معناها يصدم بمعنى احنا بنراجع فعايزك تبقى كده روحك حلوة ومستعجلش. كلمة شوك لوحدها كده بمعنى يصدم. طب لو احنا قلنا كده بمعنى صدمة. ولو قلنا الاخير صفة بمعنى صادم. طيب ولو قلنا الاخيرها دي برضو بمعنى لكن انت اكيد فاكر عندك كلمة اسمها معناها بشكل صادم. طب تعال بها نشوف جملتنا كده ونكمل فيها حلو. الرجل في الجملة بيقول لك بمجرد ما انا سمعت الاخبار السيئة فبدأ الدماغي تلف. حلو? طيب اه طبعا فدي كده مش معنا في الموضوع وفقا للترجمة. طب قربط عندك المتين اتنين معناهم يلف او يدور. الكلمة الاولانية كلمة سبين. اس بي اي ان. دي اصلا معناها يحور في الكلام. يعني يحور في الكلام. يفضل قولك العلماء بيقوله كزا ويروح هبدلك رأيه. حاجة التانية كلمة دي معناها يغزل. الغزل والنسيق يعني. لما قولك يعني دوت القز بتغزل. حاجة التالتة كلمة دي معناها يلف او معناها يدور حول نفسه. طيب وما اللي الكلمة التانية اسمها دي معناها يدور حول شيء اخر. لما اجي اقول لك مسلا الارض والمون مسلا ولا الصن مسلا والشمس. بيلفها حوالين بعض. يعني الارض بتلفها حوالين الشمس او الشمس بتلفها حوالين ارض في دول الطرفين فهنا نستخدم كلمة طيب فعشان كده احنا هنا بقى وفقا اللي اللي احنا قلنا ده هنختار في الاجابة هنا طيب اللي هي معناها يدور او يلف. طيب دي مضارع والماضي منها اللي هي رقم اي? ما هو حضرتك عشان انت قلت لي بعد طول في علف المصدر. طيب جملة التانية انا بحلف لك انا واختش محفظتك. ان ما تقوله هو كلم دي بمعنى يدعي. طيب دي معناها طلب دي اسم. معناها ادعاء. طيب يعني حقيقة ان ما قلته هو ادعاء يبقى طيب يا مستر تفرق عن كلم يعني لما هو كلم لوحدها كده من غير عبارة عن فعل بمعنى يدعي. انت حافز اكيد التركيبة دي مودة زمنية وبعدين جملة ماضي بسيط فعشان كده نستخدم يبقى انا مش قادرة افتكر اخر مرة انا شفت علي. لاحز ان يعني اتكلم عن زمن الماضي البسيط وبالتالي هتستخدم ماضي بسيط اللي هو ام بتطبخ. طعامنا هنا بمعنى اي با? بص يا فندم كلمة دي لها معنين? بتسوي كلمة بمعنى على وشك ان يحدث وبتسوي كمان اه بكوز او واخوتها يعني اللي هما معنهم بسبب. على سبيل المسال. لما اولك مسلا اي اه جيند جيند او ويت. يعني انا زدت في الوزن. ديو تو اي تنك او لط. يعني بسبب تناول الطعام الكثير. يبقى هنا بتسوي كلمة بكوز او. طيب لما اولك يعني امي على وشك ان تأتي. طيب فتعالا نشوف بها. انت بتقول امي بتطبخ دلوقتي الطعام بتاعنا على وشك ان يكون جاهزا على وشك يعني اللي هي رقم تلاتة دي. لو لا دعمك يعني هي اسم. يبقى انت عايز هنا ادي اناون الاولى. وانتبه. لكن لما قول لك هنا معناها هي ادعم. لا تقلق. هنا معناها لما تجيب بعد صفة يبقى هي معناها يعني الموضوع سهل جدا. انا متعود على هذا النوع من المواقف. بص بقى معي. انت عارف لازم يكون بعدها فعل في المصدر. طيب سواء او بنجيب بعدها اما الفعل او انك تستخدم اسم. فعشان كانت ممكن تقول وهكزا. انا في الجملة حضرتك قدامك. بعد بعد النقط جايب لك يعني اسم. ازا انت عايز او طيب هنا طبعا ما نفعش انت عايز ابعدها الفعل في المصدر. مصبوطة لأ موجودة برضو ما انت قلت لي ايوة بس حضرتك الفعل اي اي عايزة يبقى لجابها كده اصبحت رقم بي اي اميوز تو. هاو لونج اجو يو باي يور كار. والله يا مسترن قدامي في الجملة كلمة يعني كده الجملة زمانها ماضي بسيط. حلو? بس انا محتار يا طرح هستخدم ولا ولا عايزك تفهم اللي هقول لك دي. احنا بنستخدم لما يكون معنا في الجملة فعل في المصدر. بنستخدم لما يكون الجملة فعل مدفل اي 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 الفيرب لما يكون معنا طب ما تيجي نشوف حالتنا في الجملة دي بيحكي عن ايه بالزبط. بقول لك يعني باي اشتري فعلي في المصدر يبقى انا عايز يبقى انا اخدد. طيب الجملة التانية. طيب الفكرة بتاعت الجملة دي انك ممكن تقول وتجيب بعدها ظرف. الوحيدة اللي ممكن يجيب بعدها ظرف. الظرف ده يعني عبارة عن ايه? عبارة عن حرف جر زائد مكان. اصلها كان مين? لم قول لك يعني بينما كنت في المدرسة. حالو الكلام? طيب انت بقى هنا في الحتة دي ممكن تحزف ووز اه وتروح كاتب لي مكانها بقى اللي احنا عملنا ايه? احنا جابنا بعد طبعا نفس القصة دي هنطبقها في الجملة. فحضرتك شايف قدامك يعني انت هتقول لبينما كنت في مصر يبقى اللي هي دي. الجملة العشرة في المدرسة. انا باخد حصص كتير دي معناها علاوة على زلك. يعني بالاضافة الى زلك. يعني هي لفظة من الفوز الاضافة. ما احنا متفقين ان اي كلمة معناها واقع بالاضافة الى بتشير الى الاضافة يبقى كده. وما الاحترام التنقض اي كلمة معناها ولكن بتفيد السبب زيها زي كلمة هما الاتنين اي كلمة معناها لانه بتفيد الريزن. او ما الاي كلمة معناها لذلك هتفيد الريزلت. لما قللك مسلا معرفش اي ايه كده? يبقى دي الريزلت. الرجل عايز اقول لك كل ما اريده هو سيارة من زوجة. بص المصطلح ده. لو عايز اقول لك كل ما اكله هتروح انت اقل لي قول اي ايت. مسلا كل ما اكله هو اللحم. طيب عايزك تقول لي مسلا كل ما احلم به كل ما اشتريه هو الطعام از كده فاخد بالك من الاديام ده فعل ما اصدرها اطول كده. وممكن اقول عادي جدا حسب الفاعل يعني. فانت قلت لي هتقول لي بقى كل ما اريده هو زوجة وسيارة. حلوة ما حدود الراجل ازاي? دايما البوليس اسمي جمع. البوليس خد مين للسجن لانه قتل الشابة. البريق. البوليس مش هياخد البريق. اللي هو المدان او المتهم. اللي هي الصحف الشعبية. الغش. واخد بالك ده اسم اللي ما ينفعش نجيب قبله ايه والان. وتيجي نفتكر تعال نفتكر. قلنا قبل كده كلمة طيب ولو قلنا ايه انا اسم معده عشان كده قبله ايه الجملة الصحف دول. دي غلط. ليه الفكرة فيها عشان بنجيب بعدها الفعل مضاف له اي اني جي. كتاب التانية غلط لي يا مستر عشان الجملة الملفية محتاجين معها بس هنا في حتة عاية تخبالك منها. انت ممكن تقول انا ليس لدي ايات سيارة خبالك انت قلت ليه هنا. ممكن تحطيلي جملة بتصالها بالزبط وتقول لي يعني ما عنديش عربي. جملة تانية زيها برضو. ممكن تقول اي انا ما شفتش اي شخص او تحط مكانها بين اي ماضي فانت تاخد الفعلي ماضي بعد. قول لي يعني اللي انا عايز ان تفهمه وتوصله يا فندم ان الجملة ما تكون من في اخد معها اني. طب لو الجملة مثبتة وانت عايز تديها معنا نافي حطلها بس نوع. وبناءا عليه انت في الجملة دي خطأ ان انت لما تقول اي انا كنت صادما انا كنت صادما وكنت مصدوما. لأ المفوت يقول لها كنت مصدوما يبقى كده. لكن الاخبار كانت صادمة. اخر الجملة هي اللي صح اكيد ما ده انده كله غلط. الجملة بقول لك هتقول لها مستر ازاي نيوز ما هقول لك عشان دي اسم مفرد يا فندم. طيب ادخل بعد كده على الجزئية الاهم من ده كله الترجمة وانا متعمد اجيب ترجمة آآ بالشكل ده علشان الترجمة مش عارفين هتيجي اختياري ولا هتيجي ازاي. بس بقول لك يعدوا بناء المصانع على تشجيع الاساس مار اهم الخطوات التي تتخذها الحكومة هذه الايام. طيب تعالنا نقول بقى مع بعض. بناء المصانع يبقى مفوض نبدأ بالفعل. يبقى بلدنك بلدنك فاكتوريز هحاول اكتبها في حتة الصغيرة دي. تشجيع يعني ايه? يشجيع يعني بس انا هقولها طب ليه يا مستر عشان تقولت له اي اني جي انت اي اني جي انت انكاريجينج انفست منت وبتشجيع الاساس مار. ما لهم يا عم? اهم الخطوات القطوات اللي هي مين? التي تتتخذها الحكومة هذه الايام. التي تتتخذها الحكومة هذه الايام. عايزك تأكد على فكرة وانت بالترجم? ان انا قلت لك هنا في الجملة قلت لك بس ما فيش في الجملة العربي جبتها من اندي مع عشان بناء المصانع. والتشجيع دول الفاعل. ما فيش في الجملة فاعل فان اغدت بي. طيب الجملة التانية لا تبحث فقط عن الشهرة لانها آآ لن تحقق لك السعادة بل ستجلب لك المشاكل. هروح قليل لك بقى لا تحق لا تبحث فقط عن يبقى بص لا تبحث فقط عن الايه الشهرة. الشهرة ممكن نقول او من غير اه. لانها لن تحقق لغة السعادة او 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 بس كان الاقوى ان انا كان ممكن اقول بدل اتشيف ديت اروح اقول لك ايه ات وونت يو لاني تحضر لك السعادة تانية سعادة ولكنها سوف تجلب لك المشاكل وخلصنا الجملة على كده. في الجملة دي عايزك تأكد على فكرة اللي هي من كلمة وحنا قلنا الكلام ده في ما افتح للوحدات دي معناها الشهرة الشهرة وهي اسم لا يعد وهي في الحتة دي كده بتسوي لكن لو قلنا اه سي دي كده معناها شخص مشهور لوحدها كده. طيب ارجعتها كده القول من اللي بعديها بقول لك التعلم هو عملية لا نهاية لها. حيث والتي تبدأ بمجرد ميلادك وتستمر معك حتى تلقى حدفك او حتى تموت او حتى تنتهي حياتك. الاسئلة دي هم خمستاشر سؤال ساق تقريبا اه اتمنى ان هم يكونوا مفيدين بالنسبة لك. لو انت تسمعنا على اليوتيوب اعمل لايك للفيديو كده والشير للفيديو. واعرف زمالك على القناة علشان انا كل امتحان هعملون ان شاء الله هحاول الشياره معاكم. بأكد لك ان في امتحان معمول على جوجل فورم. الامتحان موجود في وصف الفيديو. تابع الامتحان لحبل تنضمينا على المحتوى الخاص. تواصل معي على الرقم على موبايل. سواء واتساب او تيليجرام عن رقم ده زرو عشر عشرين سبعة تمانية سبعة تمانية تلاتة تسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.